بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أول فيديو في الوحدة السبعة من كتاب A1 Treasure الوحدات الستة اللي فاتوا كلهم موجودين على المنصة وملفات التحليل كلها موجودة على جروب التليجرام الوحدات كل واحدة كنا بنعمل عليها امتحان وكل امتحان هتلاقيه موجود على جروب التليجرام والفيديو اللي حالينا في الامتحان موجود على المنصة كل الفيديوهات بتنزل على المنصة بلا استثناء أول سؤال معانا بقول لي لا تسمح لنفسك لا تجعل نفسك مضغوطا بي أو مقتنعا بي القيام بشيء لا تحبه قبل محل الجملة دي تعال بس الأول كده ناخد فكرة انت عارف ان لت ضمير منعكس وبعدين بي وبعدين التصريف التالت فانت كده بداية من غير ما تكون حتى فاهم المقصود من الجملة اي ام عايز ايه هتختار بريست ليه لان لت ضمير منعكس وبعدين بي وبعدين باست بارتسبل طيب دي رقم واحد رقم اتنين احنا كان ممكن الاول نحل لاربع كلمات دول عشان نعرف الدنيا رايحة فين اولا كلمة بريست دي معناها مضغوط ومعناها مقتنع طيب الحاجة التانية كلمة بريست ليها اكتر من معنى تعال ناخدهم واحد بواحد كلمة بريست دي معناها الصحافة فممكن نقول لوكل بريست ناشونال بريست فري بريست مثلا فري بريست ليها الصحافة الحرة ناشونال بريست الصحافة القومية لوكل بريست الصحافة المحلية دي حاجة الحاجة الثانية كلمة press دي ممكن نعملها في سياق فنقول press someone to do something ده معناها انك تحاول تقنع شخص انه يعمل شيء على سبيل المثال ما تقول لي مثلا I pressed my mother to cook meat انا حاولت اقنع امي انها تطبخ لحمة فكلمة press دي معناها يضغط على شخص او يقنع شخص الحاجة الثانية ممكن نستخدمها بمعنى offer يعني يعرض او يقدم او يعطي فلما قولك مثلا We pressed money on her But she refused احنا حاولنا نديها فلوس بس هي رفض طبعا حاولنا نديها كتاب بس هي رفضت فنقول We pressed a book on her But she refused حاولنا نعطيها الكتاب لكنها رفضت طيب الحاجة الثانية كلمة press for معناها يطالب بي او يضغط لاجل الحصول على خليني نحفظها بمعنى يطالب بي افضل فلما قولك مثلا All women Press for equality كل النساء يطالبنا بي المساواي Press for شيء يعني يطالب بشيء طيب فالجملة كده اصبحت don't let yourself be pressed يعني لا تسمح لنفسك بأن او لا تدع نفسك أن تكون مضغوطا او مقتنعا بالقيام بشيء you don't like بشيء أنت لا تحبه طيب بالبرضو بالمناسبة كلمة press معناها يكوي اقول لك Your shirt needs to be pressed يعني القمص بتاعك محتاج ان هو يكوى الجملة الثانية The government eventually Boo to popular Boo to يعني يعني انصاع إلى في الجملة دي معناها الحكومة في الأخير في النهاية الحمد لله يعني انصاعت إلى يعني رضت بي او رضخت لي popular a they did what people want انصاعت لضغط الشعب ضغط العام الضغط هنا اللي هي معناها press الاسم يعني طيب بعد كده would you mind not a me with questions all the time هل يمكنك هل تمانع ان تتوقف عن ازعاجي بأسئلة ومقاطعتي بأسئلة طوال الوقت would you mind دايما بعدها بيكون الفعل مضاف له ing عشان كده اقول لك would you mind not interrupting me would you mind بعدها الفعل دايما مضاف له ing عشان كده اخترنا interrupting interrupting معناها يقاطع آآ الحاجة اللي بعد كده طبعا عايزين نعملها مجهول فهنقول would you mind being interrupted being والبص participle number four I managed to work for three hours without انا تمكنت ان اشتغل ثلاث ساعة وزاوت طبعا بدون بعدها الفعل مضاف له ing طيب انت كان ممكن تقول without being interrupted يعني دون ان اقاطع او تقول لي ودون مقاطعة مقاطعة اللي هي interruption ركز معايا تاني كده انت ممكن تقول without دون مقاطعة او without being interrupted دون ان اقاطع طيب او ممكن تقولها بطريقة ثالثة فتقول I like to work without people interrupting me دون ان الناس يقاطعونني وانا هكتب ده كله قدامي في الكتاب انا فتح الكتاب على الصفحة وبكتب الملاحظات دي وزي كل مرة هنكتبها وننزلها ان شاء الله في الورق يبقى احنا كده قلنا without being interrupted without interruption without people interrupting me دون ان يقاطعوني الناس number five we have the flexibility to adjust our rates to meet a customer needs secret احنا عندنا القدرة عندنا المرونة flexibilitynovi اللي هي المرونة يعني اcji اا ان احنا نعدل من نفسنا بحيث نراضي او اه احتياجات الزبائن العاجلة العاجلة دي اللي هي اسمها urgent وانت بالمدرسة بتلاقي كده مكتوب عليها emergency exit يعني ما خرج في حالة الطوارئ emergent معناها الطارئ أو عاجل طيب number six the government has declared a state of الحكومة أعلنت حالة من declare يعني يعلن state يعني حالة أو دولة of a following the earthquake بقولك أن الحكومة أعلنت حالة من أكيد الطوارئ state of emergency اللي هي حالة الطوارئ طيب بعد كده number seven rein number seven rein discrets is regarded as the of modern philosophy ده الرجل اسم موريني اللي هو الفيلسوف ده يعتبر ك of modern philosophy الايه بتاع الفلسفة الحديثة هو المؤسس the founder founder ده معناها مؤسس طيب قم لقى founded معناها بنا أو أسسة يعني أقولك مثلا philosophy was founded by الرجل اسم موريني طيب قم لقى founding 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 أي تأسيس عشان كده قولك founding a new philosophy أو new philosophy تأسيس الفلسفة الجديدة is not an easy thing ليس شيئا سهلا و founding a company تأسيس الشركة foundation ده معناها مؤسسة لما قولك مثلا دكتور مجد يعقوب عمل لنا foundation لعلاج القلوب number eight their marriage was a on love زواجهم بونية أسسة على الحب لسه حالا كنا نقول was founded معناها أسسة أو بونية طيب بعد كده number nine the money will go to san francisco aids أكيد من غير ما نبص على اختيارات النقود اللي هنتبرع بها تروح لمؤسسة علاج الايدز الموجودة في san francisco يبقى احنا كده عايزين هنا foundation علشان احنا هنختار مؤسسة طيب number ten blood was taken by a lab to get ready for the operation الدم تم اخذه بواسطة lab technician lab technician اللي هو فني المعمل number c technician ده اللي هو الفني الراجل اللي شغال في مجال معين سواء اصلاح في المعمل احنا نقول فني معمل فني الكهرباء فالاسمه technician ومالقي technical technical معناها فني بردو رقم b technical فني و technician فني بردو خد بالك technician الراجل اللي شغال في الشغلانة زي بردو ما نقول politician الراجل اللي شغال في السياسة طيب هنا بقى احنا بنتكلم على technician technician ده الراجل اللي شغال في المعمل او مالقي technical technical معناها فني بس لازم يجي بعدها اسم اقولك technical problem معناها مشكلة فنية زي ما في جون رقم 11 مثلا بقولك we offer free بنقدم free technical support دعم فني مجاني for those buying our software لأولئك الذين يشترونا software طيب اتناشر 200 years ago من اتناشر سنة تقريبا من متين سنة سورية تقريبا it wasn't a possible to record sounds لم يكن من الممكن انك تسجل الصوت تسجيل الصوت ده اصلا شيء فني فعشان كده it wasn't technically possible technically technically معناها فنيا لم يكن فنيا من المتاح ان تسجل الصوت يبقى technically تلاتاشر this aspect can be further explored further d معناها ابعد زيها زي farzer اللي هي farther الفرق بالاثنين ان farzer اللي بالاي ابعد للمسافة further d ابعد للمدى او للدرجة بمعنى ان اقولك انا بحترمك لابعد حد هنا ناخد further اللي بليو طيب بيتنا ابعد من بيتكو بكتير يبقى further اللي هي بالايه excepted by some ايه بقى هذا المظهر يمكن ان يتم فحصه بشكل دقيق بواسطة بعض ال تعال ان ترجم بقى physics ده الناس اللي هم علماء الفيزياء طيب physical ماناها فيزيائي او فيزيقي physical problem مثلا ماناها مشكلة فيزيائية physics ده اللي هي الفيزياء مادة الفيزياء او علم الفيزياء physician ده ماناها الدكتور او الطبيب طيب تعال بقى نشوف كده بقولك في الجملة ديت ان الاسبكت هذا المظهر او هذه القضية يعني يمكن ان يتم اكتشافها بواسطة حد من علماء الفيزياء اللي هو ما اسمه physicists أو physicists أو physicists sorry انشتاين restructed restructed يعني انشأه واسس modern هو اللي اسس الفيزياء الحديث افعنا نريد ان نقول الفيزياء اللي هي physics اللي هي number c طيب رقم 15 please consult your a before taking any medicines لا انت لازم تستشير من الاول قبل ما تاخد اي ده لازم تستشير الطبيب ونحن قلنا الطبيب اللي هو اسمه physician اللي هو number d it is ever so easy to cock it سهل جدا انت تطبخها you just follow that وانت باكت اس انت بس تتبع الايه الموجودة على العلبة التوجيهات اللي اسمها directions direct يعني يوجه directly معناها بشكل مباشر directions الاتجاهات او التوجيهات director داله هو المخرج او الموجه I was lucky to have the channel the chance to meet the actors and the backstage بقولك انا كنت محظوظ جدا ان انا يكون الفرصة في ان اقابل الموثرين ومن اكيد الممثلين والمخرج المخرج اللي هو director backstage يعني على المنصة يعني او خلف الكواليس يعني السبعتاشر دي سبعتاشر طمانتاشر بقى he wasn't a responsible for the accident هو لم يكن مسؤول عن الحادث بشكل مباشر بداياتا يا مستر انا عارف واتكرر كتير جدا الموضا ده قدامي وتقريبا من فيش فيديو بعدي من غيرها ان responsible for مسؤولا عندي صفة وصفة عايزين قبلها دايما زرف عشان كده هنقول directly لست مسؤولا بشكل مباشر عن الحادث طيب i need to know my teacher about changing my course في الجملة دي عايزك توقف الأول وقفة كده كلمة course دي معناها الكورس الدورة التدريبية ومعناها تقدم فلما قولك i am happy because the course of the program is very nice انا مبسوط اصلي تقدم البرنامج لطيف وجيد دي حاجة الحاجة التانية كلمة course معناها ملعب الجولف الملعب اللي احنا بنلعب عليه الجولف طيب الحاجة اللي بعد كده كمان عايز تقول في الجملة دي انا محتاج او انا من الواجب ان انا استشير معلمي كلمة consultant ده المستشار consult يعني استشير consultation ده اللي هي الاستشار نفسها consultative معناها استشاري لما تقول المكتب الاستشاري لعلوم ما عرفش ايه كده هنا بقى انقول consultative طيب انت قلتلي انا محتاج اني استشير يبقى consult number B number 10 our professor also acted as a الاستاذ الجامعي بتاعنا كان شغال برضه كمستشاري consultant لنمبر A طيب بعد كده 21 the decision was taken after close A with local residents القرار تم اتخاذه بعد A عن قرب مع السكان او الناس اللي سكين في البلد بعد استشارتين يبقى consultation I am a member of the committee انا عضو في الجمعية الاستشارية يبقى انت هنا محتاج الاستشارية ليها consultative بعد كده رقم 23 he is a brave person هو راجل شجاع don't expect him to be easily ما تتوقعش انه هو يكون بسهولة يمكن انه هو easily the فانت عايز بعدها صفة الصفة هنا threatened معناها مهدد is to be easily threatened ان يهدد بسهولة طيب طب 24 he talked to me in a voice تحدث الي بصوت مهدد يبقى threatening voice يعني هو زعق في وشي يبقى threatened معناها هدد ومعناها مهدد threatening معناها مهدد فيه تهديد threateningly معناها بشكل فيه تهديد اقولك he talked to me in a threatening voice او he talked to me threateningly طيب رقم 25 is used not out on her own هل حبيبة معتادة على ان تخرج لوحدها يبقى انت هنا عايز تقول is used to الفعل ما ضف له ing يبقى is used to going طيب امال امتة ناخد is used for ing لو انت بتقول يستخدم فيه وبرضه ممكن تقول is used to المصدر لو يستخدم فيه لو انت فاكر في الامتحان كنا منقول wind او the wind is used to sail ships الرياح تستخدم لابحار السفن لكن لو انت قلت لي my father is used to sailing يعني ابي كان معتادا ان يبحر طيب ندخل بعد كده على 26 being famous a good politician ان تكون مشهورا كسياسي ناجح يبقى انت كده عايز as he was famous his novels كان مشهورا بيه مشهور بيه والحاجة اللي هو مشهور بيه هيبقى famous for طيب مشهور في مصر يبقى famous in Egypt the song was made famous now عمر الدياب خد بالك الاغنية دي اللي شهرها مين عمر الدياب يبقى الفاعل عمر الدياب والاغنية مفعول وبقى التالي دي جملة مبنية المجهول فانت هتقول الاغنية اصبحت مشهورة by عمر الدياب بواسطة عمر الدياب وعلى فكرة ممكن اقولك a song by عمر الدياب يعني الاغنية من اغاني عمر الدياب طيب ده لو انت فاكر في الفيديو اللي فات برضو كنا منقول I like books by Shakespeare او books which were written by Shakespeare او ممكن تقولي books written by Shakespeare او ممكن تقولي books written by Shakespeare وحب الكتب التي تكتب بوسلة Shakespeare If you have any queries لو انت عندك اي استفسارات your treatment فيما يخص Queries دي ممكن نعملها لانها questions questions about and queries about the hospital was named the way in honor of his great achievement الجملة دي لو انت فاكر كلمة in honor of دي بتساوي كلمة honoring لو انت فاكر الجملة اللي كاب تقول we had a party in honor of our father احنا عملنا حفلة تكريما لأبي ممكن نقولها بالطريقتين we had a party in honor of our father او we had a party honoring our father طيب في الجملة دي بقى المهم عايزك تقول للراجل المستشفى تم تسميته باسم زويل يبقى was named after to name after معناها انك تسمي حد على اسم حد تاني انا كده هكتب لك في الكتاب in honor of d wondering عشان اسجلها لك طيب بعد كده رقم 31 i am interested here what had happened to tom in his school انا مهتم لأعرف ما حدث لتوم في مدرسته يا عمي عايزك تعرف ان interested in والفعل المضفل ing ممكن نقول interested to والفعل في المصدر بس مع كلمة here and no والافعال اللي فاهم عارفة فانت هتقول i am interested to know to here فهنا to المصدر عشان هو حتى جاب لك here طيب لما يقول لك hearing بقى يبقى انت كده هتقول interested in على طول وما تنساش interest خلينا نعيد ونزيدوا الموضوع ده تاني interest معناها فائدة بنكية بس بالمعنى ده كده هي اسم لا يعد interest معناها اهتمام وجمع interest is اهتمامات طيب آآ بعد كده آآ برضو كان في حتة هنا نستقول لها كان عشان زهني مشغول بها كلمة queres دي بتسوي كلمة question زي ما قلنا زي كلمة question و question معناها سؤال ومعناها يشكك لو انت فاكر قلت لك مرة قبل كده don't ever question you're dead ده معناها لا تشكك ابدا في ابيك اسمع كلامه انت ساكت يعني astronoots have to work a zero gravity بالبضل الفضاء لازم يشتغلوا في zero gravity on space walk missions بيشتغلوا في تحت ظروف وبالتالي هتقول work in يشتغل فيه ظروف معينة اسمها work in طيب يعني مثلا نقول work in hot weather he worked a film showing the sacrifices of the army soldiers كلمة sacrifices دي معناها تضحيات sacrifices of يعني تضحيات حد معين sacrifices of our bear and is تضحيات ولدينا مثلا نرجع لموضوعنا انت بتقول شغال في فيلم او شغال في مشروع شغال في مسرحية فنقول he worked on يعني يعمل فيه work for يعني شغال عند حد معين او شغال في شركة work with بعدها اسم واحد صاحبك شغال معك في الشركة انا وانت شغالين في الشركة مع بعض احنا الاثنين شغالين بناخد مرتب في الشركة فنقول work with mother asked me little my little brother if he needed any help his homework امي سأل داخوية لو هو محتاج مساعدة في وجبه انت عارف need help with يعني مساعدة في I don't need your help with my homework انا مش محتاج مساعدتك في وجبه ما تنساش ان homework دايما تاخد معها do homework وما تنساش ان اي حاجة فيها work هي اسم لا يعد الا اذا كان بتقول works بمعنى اعمال ادبية او اعمال اهندسية ما تنساش برضو من باب ان احنا بنراجع ان كلمة little d ممكن يجي بعدها اسم معدود فيبقى معنىها صغير فلما قولك little brother اخ صغير little sister اخت صغيرة little man رجل اللي اسمها صغير في السن وممكن نقول little things زي الجملة اللي كانت في كتاب المدرسة I have little things to do يعني عندي اشياء صغيرة اريد ان افعلها little لو جبنا بعدها اسم لا يعد فده معنىها كمية قليلة منه زي ما كنا بنقول little money little sugar كميات قليلة من المال ومن السكر 36 بعض القطس الخيال العلمي احيانا تتحقق يعني بيعملك فيها حد بيطير ويتحقق ويبقى الناس تطير فعلا يعني يبقى الاسمها come true ولو انت بتقول لواحد اتمنى ان احلامك كلها تتحقق فنقول I hope your dreams come true come true يعني become true one day archaeology studies the cultures of that علم archaeology اللي هو دراسة الاثار وكده بيدرس cultures بيدرس ثقافات الناس اللي قبل كده يبقى of the past طب present دي معناها هدية ومعناها حالي ومعناها يقدم لو احنا استخدمناها بمعنى present يعني يقدم ولما نقول present time الوقت الحالي زي current time بالزبط ولما قولك I will present something to you سأقدم لك شيئا سأعطيك شيئا فيه وتشار المستقبل و living اللي معناها حي ولما نقول living things الاشياء الحية وخبلك living دي بتساوي alive بس الفرق بينه من alive ما ميجيش بعدها اسم I don't have any grand father alive ما عنديش اي جد لسه عايش ممكن نقولها بطريقة تانية I don't have any living grandfather طيب 37 كده تمام 38 A radar is used to find the of things like planes قبل ما احلت جملة دي كان في جملة موجودة قبل كده تقريبا في الورك بوك بيقولك ان ان الطيارين always depend on radar so they come to the right place بيعتمدوا على الرادار عشان كده بينزولوا في المكان الصحيح المهم رادار ده الرادار يعني بقولك بقى radar is used to find the a of things like planes الرادار دي بتستخدم عشان نعرف بيها موقع مكان الاشياء زي الطائرات يبقى position ما تنساش يا صديقي الغالي ان position دي ممكن نستخدمها بمعنى وظيفة وفي الحالة دي هتسوي job وهتسوي كلمة post ولو استخدمنا كلمة position بمعنى يضع فمعناها انا ممكن اقولك position this bin مثلا on the table ضع هذا القلم على الترابيزو وممكن اقولك my brother positioned his car in front of my house اخوي وضع سيارته امام منزلي الكلمة دي لها حيات كتيرها هكتبها لك في الورقة برضو لازم تبص عليها طيب he died peacefully in his sleep نام او مات بامان في سريره عادي جدا after a long بعد فترة طويلة من illness المرض ركز معايا في الكلمة اللي هقول هم لك دول عشان دي كلام مهم ماذا الفرق بين illness semester وبين disease ولماذا مناخدش disease هنا كلمة disease دي هي مرض لعضو معين في جسم الانسان فلو عايز اقول لك واحد عنده مرض القلب فنقول heart disease طب مرض في النفوخ في المخ فنقول مثلا disease of the brain دي حاجة يبقى رقم واحد قلنا disease بنجيب بعدها عضو في اعضاء جسم الانسان طيب الحاجة التانية لما قولك she contracted the disease when she was on the day يعني هي اصيبت بالمرض لما كانت في اجازة فناخدنا disease هنا بمعنى المرض طب انت هنا لم تبقى رقم الانسان انت في دماغك مرض معين اصيبت به في وقت معين طيب الحاجة التالتة والاهم على كلمة disease لم قولك ان بص هو مرض مجتمعنا هو الكراهية والحقد وكده فاقولك بقى عايز اقولك مثلا سنعمل مثال ان التضخم الاقتصادي ده هو مرض مجتمعاتنا فاقولها لك كده the real disease affecting the country is inflation يعني المرض الحقيقي الذي يواجه مجتمعنا هو التضخم قبلك انا اخذت كلمة disease هنا يبقى disease يا مستر عايزك تعرف عنها ثلاث ملحوظات الاورانية ان احنا لما نجيب عضو من عداء الجسم فبناخد disease فاقولك disease of the brain heart disease stomach disease وهكذا الحاجة التانية لو انت عايز تقول لي فلان اصيب بالمرض وهو مسافر فبتقول contracted the disease الحاجة التالتة لو انت عايز تقول المجتمع انها اصيب بامراض كثيرة جدا مثل مرض التلوث مثلا او انك تقول التلوث ده مرض فتاخد disease معاها تمام كده وكلمة disease هنا معناها شيء سيء جدا اصاب المجتمع او اصاب شخص معين دي حاجة الحاجة التانية بقى كلمة illness illness دي معناها مرض فلما اقول لك مثلا هو مات بسبب المرض فالمرض هنا illness نقول هي died after a long illness مثلا مونا مرحتش نبدح الشغل بسبب المرض فنقول illness هنا يعني ممكن اقول لك she has five days off this week يعني هي غابة خمس تيام الأسبوع ده بالشغل due to illness بسبب المرض بسبب المرض نحن اخدنا illness لان بقول لك ان الرجل ده مات في سريره بعد صراع مع المرض يبقى ناخد illness المرض طيب لو قالك بعد صراع مع مرض القلب هناخد disease after a illness he was in wheelchair for many years بعد مرض ايه اما اكيد مرض من اولها كده مرض خطير اللي هو serious illness serious illness معناها مرض خطير طيب السؤال بقى ايه الفرق من الاربع كلمات دول اول واحدة كده serious يعني خطير series يعني سلسلة cautious يعني حذر لكن كلمة conscious دي معناها واعي او مدرك زي كلمة اوير كده لسه في وعي يعني غير فاقد للوعي the auto industry صناعة المركبات او صناعة السيارة needs to develop a cheap a car that saves the energy محتاجة ان احنا او من الواجب فيها نحنا نطور من سيارة كهربائية رخيصة عشان توفر الطاقة طبعا كهربائي electric car electronics electronic الالكتروني الكهرباء الالكتريكال معناها الكهربائي بعد كده في الجمهة التي أريد أن تنتبهت لحاجة تانية الالصناعة الالصناعي يوفر الطاقة يوفر الفلوس برضو عندك 42 شرب القهوة الكثير في الليل يجعلني يجعلني يقزانا يقزانا و لازم تاخد بالك أن ما يكونش قال وحدها في مصطلح اسمه حاجة متكررة الحدوث لو الزلازل بتحصل في مصر كتير جدا فنقول على الزلازل دي التليفون القديم كان سيئ جدا في النهاية استبدلته في النهاية استبدلته يعني كده هتقول replace يعني استبدل وreplacement يعني بديل ممكن نستخدم بدلا منها alternative وطبعا سبت تيوت هكتبهم لك في الورق 45 من الأول بداية طيب 45 في الهندسة الحديثة في الجملة دي أنا لازم أكتب حاجة مهمة جدا 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 كلمة underground دي كلمة واحدة زي everyday كلمة واحدة زي underwater كلمة واحدة كل واحدة من دول لها كلمة تانية منفصلة فانت ممكن تقول under وبعدين مسافة وبعدين ground الفرق بين التلات كلمات المتصلين والمنفصلين هتلاقوهم في الورقة اللي هتنزل على الجروب في ملف البدي اف بقى امثلة عليهم طبعا طيب فحنا نقلنا كده in modern engineering في الهندسة الحديثة ايه اللي بتفضل محطوطة تحت الارض ومستخبية وتحتها عليها رمل اكيد الوايرز الوايرز اللي هي الاسلاك الكهربائية من كلمة واير معناها سلك عموما 46 ايه انا كنت بفكر في مسألة رياضية 4 hours لمدة ساعات but i could work it only work out يعني حل وخبالك في الجملة دي بقولك انا فضلت افكر فترة طويلة في مسألة بس في النهاية تمكنت من حلها هيبقى finally he had been running 4 hours كان بيجري فترة طويلة جدا that's why he was out of عشان كده هو كان قاطع النفس اللي هو breath breath النفس لكن breeze يتنفس breeze طيب رقم c النسيم اللي هو بيكون على البحر inhale دي تقبلتنا قبل كده مرة وقلنا عكسها exhale انهيل دي بتساوي take in take in يعني ياخد الهواء يدخله بطنه يتنفس الهواء يدخله بطنه طيب بتساوي انهيل طب عزين نطلع الهواء من بطلنا اللي هو الزفير يعني اسمه exhale i have made a of the main points in the minister's speech انا عملت ايه للكلامات الافكار الرئيسية في خطاب الرئيس انا عملت ملخص summary summary معنها ملخص او خلاصة detail يا مستر احنا قلنا قبل كده عدنا عليها مرة وكان لها موضوع طويل اتفاقنا ان في حاجة اسمها in details يعني in details بالتفصيل او اقول لك can you give me detailed description يعني وصفا مفصلا طيب واخدنا برضو قبل كده كلمة detailed description قلناها و in detail واقول لك can you give me more details ممكن تديني تفاصيل اكتر اللي يهمني في تكله in detail من غير اس بوك يعني كتاب ومعناها يحجز type rumors دي معناها الشائعات اللي يحد بيقولك كلام على حد يعني 49 I am not the idea of globalization I think it has no drawbacks انا اعتقد ان فكرة globalization للعلمة يعني ليس لها اي خسائية عيوب فمعنى كده ان انا مؤيد للفكرة اللي هي for for يعني مؤيد بتسوي كلمة in favor of يعني ممكن اقولك I am in favor of the idea عكسها I am against او I oppose idea وانا هكتبلك الكلام ده كله في الورق طيب بعد كده بعد كده بعد كده رقم رقم 50 my uncle who is a business man عمي اللي هو رجل الاعمال makes about 20 business a year بيعمل حوالي 50 business trip على طول هو الفرق بين trip وبيكنيك وفوياج وفلايت والناس دي اسمع مني trip معناها رحلة عمل او رحلة لغرض فلما نقول برحلة علاجية فنقول عليها trip رحلة عمل فنقول عليها trip طيب لو انت واحد مسافر مشوار كده وهتقعد لك 70 يوم ولا حاجة رحلة طويلة يعني اسمها journey عشان كده الاستكشاف لما كولومبوس يعمل رحلة عشان يستكشف مكان فنسمها journey بيكنيك يعينوزها واحد بتفسح بالليل وشارب خمسة جنيه لب وراح يتفسح فنقول بيكنيك بالمناسبة لب يعني بث فياج دي معناها رحلة بحرية buy sea أو buy boat buy ship طيب وما لقى flight فلايت رحلة جوية بالطيارة يعني ممكن نقول flight buy air أو buy plane واحد وخمسين ويكان the energy that food provides in calories calories اللي هي السعرات الحلارية احنا ممكن نقيس الطعام اللي الانسان بيكله نقيسه نحسبه يعني وهنا معناها يقيس يعني measure وانت عرف ان كلمة measure يقيس و measures معناها إجراءات و measurements لإجراءات برده لما نقول safety measures و safety measurements اللي هي إجراءات الأمان أو إجراءات الوقائية count يعني يعد 1 2 3 4 و كلمة count on يعني يعتمد على بتساوي based on وبتساوي كلمة rely on و depend on extract يعني يستخرج و appreciate يقدر طبعا عدين عليها كتير جدا in winter nights في الليالي الشتائية temperature sometimes not to zero or less في الليالي الشتائية من درجة الحرارة B تنخفض صفر أو أقل تنخفض this ma fall لاحج انك ممكن تقول و ممكن تقول goes down في 52 ممكن نقول ممكن نقول go down وهكتبها لك برده طيب و ملقي fail هذا بعيد عنك يعني يرصب في الامتحان طيب و ممكن كلمة fail نستخدمها بإني جهاز باز لما تقول الكمبيوتر بتاعك failed الكمبيوتر باز و لما يقول توقف قلب الرجل فنقول his heart failed طيب كلمة raise معناها erase يعني يرفع و لما يقول لك ارفع ايدك raise your hand و ممكن نقول put your hand up و الكلام ده كله هيبقى مكتوب برضو في الورق و ملقي كلمة raise raise معناها يرتفع لما نقول الشمس ارتفعت ظهرت عالية تانية فنقول raise طب في دخان طالع من البيت نقول عليه smoke raises الدخان بيطلع لوحده مش انت اللي بيطلعه طب الترابيزة بتاعتك كتت موجودة في مكان رحت لقيتها مرفوعة فوق الحيط فنقول فنقول كده ان في شخص رافعها يبقى someone raised اللي رقم بي raised the table ثلاثة و خمسين بقى نقطة countries must improve their educational system الدول الايل مفروض انها تحسن من نظامها التعليمي اكيد الدول النامية اللي هي developing countries في بولة ثلاثة و خمسين هنقول developing طيب لافترض ان هو بقول لك نقطة countries have really developed educational system فيها نظام تعليمي متقدم يبقى اكيد developed countries she was into marrying a man أو marrying يعني a man about the age of her father خبالك من المصلح ده اهم من جملة نفسها the age of يعني في نفس عمر I like to play with the people who are the age of mine يعني ان هما الناس اللي في نفس عمري اه يبقى she was into يعني هي عايز تقول ان هي ضغط عليها اقنعة بالعافية يعني she was breakurized into breakurized into معناها تم الضغط عليها تم اقناعها عنفا انها تقبل شيء equipped دي معناها مجهز بي hospitals are equipped with the best doctors يعني مجهزة بافضل دكاترة اتشيك طبعا يفحص عارفينها و awakened يعني معناها ايقظة يعني people living in the desert put up there put up يعني raise على طول أو ينصب طبعا هنا مقصوب بها ينصب zero a to live in بينصبوا ايه عشان يعيشوا فيها بينصبوا tints اللي هي الخيام وعايزك قبل ما نمشي بالجملة دي تعرف ان hot kuch وكمة caravan اللي هي معناها الفرق التجارية اللي بيسموها الكرافانات ديت او القوافل التجارية يعني ايقلوز دي معناها باردو كوخ toxic a have a bad effect on the fish in the river toxic معناها السام toxic chemicals معناها المواد الكيميائية السام وعايزك تاخد بالك ان كلمة chemicals بتسوي كلمة chemical substances يبقى كده chemical chemicals بتسوي chemical substances ودي حتة مهمة جدا عايزة تاخد بالك منها كيميستس يا فاندم دي الصيدلية دي بتسوي كلمة pharmacy الراجل اللي شغال في الصيدلية بنسمي كيميست على طول طيب ما الايه كيميستس كيميستس دي اللي هم الصيادلة كيميستري الكيميا اللي بندرسها وفيزيكس الفيزيك اللي بندرسها 57 the police were in complete a of the situation البوليف كان في حالق مرحلة تحكم كامل للموقف كلمة control يعني تحكم وcontrol يعني تحكم فيه وما تنساش اللي اتنين ان كلمة control تنفع اسم وفعل واحذر انه ممكن يجالك في الامتحان يجب لك خمس كلمات ويقول لك which word can go as a verb and noun الكلمات اللي ممكن نستخدمها كفعل واسمي في الكلمات دي ويجب لك مثلا control اسم وفعل يتحكم تحكم فيه والتحكم كلمة rescue معناها ينقذ وانقاذ وحاجات كتير جدا ممكن نجيبها لك الكلمة اللي بعدها مباشرة في الاهمية في الاربع اختيار دول كلمة symbol symbol دي معناها شعار لما قولك symbol of our age مثلا شعار المرحلة مثلا طيب عندك كلمة stool دي الكرسي اللي هو ملوش ظهر ده الكرسي اللي هو بيكون موجود في القهوة بيحط عليه كوبات ده طيب قولك كلمة battery باترول دي معناها دورية الحراسة وده بعنا دي كلمات ممكن نستخدمها لم يقولك مثلا مقترحتك لحل مشكلة الامن مثلا فتروح انت عارف تقوله نحن نعمل باترولز عشان نؤمن شوارعنا وتفضل تفتي كده حاجات من دي Toshiba is a leading company in producing goods توشيبا دي شركة من الشركات الرائدة في صناعة المنتجات الكهربائية عايزك تفهم حاجة ان كلمة electricity اللي هي الكهرباء We face a problem with electricity عندنا مشكلة في الكهرباء Electrication ده الراجل الكهربائي اللي بيصلح الكهرباء زي technician الفن اللي بيصلح الأجهزة ولما نقول lab technician فن المعمل كرر معايا كده انا بقول الكلام مرة واثنين وثلاثة عشان عايزك تحفظ عصابنا بدأ اتهدأ وممكن تكونوا ملاحظين تاني عصابنا بدأ اتهدأ في الفيديوهات من بعد الوحدة الخمسة بقينا ناخد وندع الكتاب كده والدنيا بقت عصادنا مش مشدودة الحمد لله والدنيا بقت زال فل ولما نبدأ ان شاء الله كمان في كتاب الامتحانات هنبقى يعني اكتر من كده هدوءا وهنقول محوشت اكتر ان شاء الله رب العالمين بعد ما نخلص ده مباشرة هنبدأ نحدد كتاب الامتحانات ونحله وهنحاول نكسفه اكتر يعني Produce يعني يونتش طبعا عايزك تفهم المنتجات الكهربائية اسمها electrical goods الفرق من electrical وإلكتريك هتلاقييني يكتبه لك في ورقة لان فيه كلمات وكلمات ما ينفع معاه غير الالكتريكا العموما وكلمات ما ينفع معاه غير الالكتريكا هكتبهم لك عشان تحفظهم ديمونت فور فلاتس ديمونت ده معناها طلب ومعناها يطلب الطلب على الشقق has a recently الطلب على الشقق حصل له ايه مؤخرا بدأ ينقص يبقى has fallen ما هو انت عارف ان كلمة فول يعني ينقص لو انت فاكر الجملة بتاع الدرجة الحرارة بتنزل كنا بنقول fallen ممكن نقول wind down برضو فد الماضي من feed فد يطعم فد أطعمه فلت شعره وفيلد يعني رسب فيه او توقف عن العمل في مجال او في شيء معين many people are very about the destruct chan of the israeli force ناس كتير جدا مهتمة قلقة بشأن تدمير الغابات المطيرة طبعا تعرف concerned with concerned about interested in and to keen on afraid of ولاحظ ان افريد ما يجيش بعدها اسم لو انت فاكر 61 have you been in a with andrew recently only by phone واحد بيسألك هو انت اللي فيه تواصل بينك وبين اندرو فرد عليك الرجل ده وقالك بالتليفون بس والله يبقى هنا have you been in contact with in contact with انا عايز الفت انتباهك وأكد على فكرة ان contact لو استخدمناها كفعل ما نجيبش بعدها وز اطلاقا طبعا عايز اقول لي اتواصل معه طيب اقول communicate with أو contact الشخص على طول يعني ممكن اقول لك اتواصل مع عمر او اي contact عمر طب انت لو قلتلي اي contact with عمر غلط تماما طب ليه لاني contact كفعل ما نجيبش بعدها وز وما الامت نجيب وز بعد contact لو هي جاية كاسم الكلام ده مهم ومش مكتوب في الكتاب فركز واهتم connect دي معناها يوصل الجهازين ببعض الكمبيوتر بالانترنت وكده contract معناها العقد ومعناها لو انت شاطر لما قلنا contracted a disease يعني اصيبت بمرض لو انت فكر الجملة دي attract يعني يجذب ممكن نقول attract support يعني يحصل على التأييد بالمناسبة احنا ممكن نقول بالمناسبة ودي مهمة جدا win support gain support attract support 62 his novel in 1960 روايته حصلها ايه في 1960 no she read دي معناها حاجة من اتنين يا اما انك تقول came out was published لا دي was publishing 63 human beings المخلوقات البشرية have always tried to control of nature هاولت كثيرا ان تحقق ركز ان تحقق تحكما على الطبيعة take control of take control of يعني يحاول السيطر على او يسيطر على طبعا nature هي الطبيعة attire has burst الكويتش العربية burst انفجرت وبمناسبة لو انت بتقول she burst into tears يعني انفجرت بالبكاء and the car became والسيارة اصبحت incredible uncontrollable يعني غير ممكن التحكم فيها خارج السيطرة وطبعا دا اللي حصل العربية لما الاطار فيها ضرب كان صعب التحكم فيها comfort مريح وكلمة كون تقول معدود وعكسها ان كون تقول طبعا comprehend يا صديقي معناها يفهم فبتساوي كلمة تقول معي يفهم comprehend understand grasp navigate take in كل دول معناهم يفهم خمس كلمات احفظهم زي الرشدة كده عشان هيقولك تاني seriousness seriousness جدية the situation الموقف طب ايه الكلمة لو انت فاكر بقى لو انت شاطر ساعدني الكلمة اللي ممكن نحطها بدل كلمة seriousness عشان اقول جدية وخطورة الموقف برافو عليك gravity احسنت واحسنتي في الجملة بقى she not to comprehend هي ايه انها تفهم خطورة الموقف اكيد فاشالت يفشل يعني فالتالي نقول feel to comprehend the situation يبقى فالتالي هي f a i l d 6 it is a shame shame معناها عار عار وكلمة shame full معناها مخزن او فيها عار يعني او مسببا للعار that starvation still starvation دي زي فامين المجاعة still a in some countries in africa ما زالت ايه في بعض الدول في افريقيا ما زالت متواجدة موجودة exist يعني يوجد ما تنخبطش بينها وبين exit exit يعني ينهي او يخرج انا كده في ستة وستين حابب اكتبلك كلمة starvation وبدائلها ستة وستين وقلنا كلمة هنكتبها كمان في الورق عشان ده اخدوا تحفظوا وكان فيه قبل كده في الجملة اللي قبلها كلمة comprehend هنكتبها و seriousness هنكتبها كمان لو انت كمان شاطر ومركز معايا كان فيه كلمة كده معناها serious و important هي كلمة ايه ترى كلمة wait اللي هي جاملة من كلمة wait 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 الوزن لو فاكر الكلام ده يريد تربطه ببعض وكده عشان يبقى سلسلة فيهنك 67 it was getting late I decided to book into a hotel لان الدنيا كانت اخلت خلص عليها فمش هلح اروح بيتنا يعني فانا قررت ان احجز في فندق ليلة فعشان كده as يعني لانها 68 most people I think that light moves downwards most people معظم الناس اعتقد ان الضوء بيتحرك downwards بينزل عيه من اعلى الاسفل يعني كبقية الناس يعني like مثلة like يعني مثلة وعكسها unlike likely معناها محتمل او اكثر عرضة فلممكن اقول لك مثلا children are more likely or are likely to contract disease يعني الاطفال اكثر عرضة للاصابة بالامراض the same as as مثلة ولكن مثلة لم اقول لك مثلا ايه انا بحب الاطعمة as meat مثلا على سبيل المثال او كاللحم it is to feel nervous before an exam انه من الايه انك تحس بتوتر قبل الامتحان ده شيء طبيعي عادي جدا it's normal normal طبيعي يعني عادي زي الناس كلها ما بيحصل لها كده لكن nature طبيعي بمعنى من الحاجات الطبيعية لو انك تبص القلب بيدخ معرفش مين فده شيء natural طبيعة طبيعة في الانسان مش بايده لكن normal ده معناها انت حاجة بتعملها زي الناس ما بتعملها 70 i not you will do better in next year's exam انا اتوقع ان السنة الجاية هيكون ادار كويس في الامتحاني وقاي expect expect ومال ايه اكسبت الاولى اكسبت يعني اقبل اكسبت يعني اقبل اكسبت اكسبت معناها ما عدق باستثناء ابروف يعني استحسن although i the project in public my private opinion is that it will fail انا رأيي ان المشروع ده هيفشل بالرغم ان انا اؤيده قدام الناس يبقى support وفي الجملة دي عايزين ناخد بالنا من كم حاجة كده oppose يعني يعارض suppose يعني افترض support يعني يؤيد propose يعني يعرض ومنها proposal اللي هو العرض وبرضو في حاجة تانية في الجملة دي عايزين ناخد بالنا منها وهي public معناها العاهم فلما ديه تقولي مكتبات عامة قول public libraries public press لسه بنقول حالا النهاردة كنا بنقول public press دي للصحافة العامة private يا mister معناها خاص special معناها خاص الفرق بينهم private معناها خاص بمعنى ملاكي ملكي انا بتاعتي فلما نقول private car يعني عربيتي اللي هي بتاعتي شارها بفلوسي طب لو انت قلتل special car فدي معناها سيارة معمولة لغرض معين العربية بتاعت المعاقين نقول عليها special car لانها سيارة خاصة للمعاقين طب في غرفة خاصة كده لعلاج المرضى فنقول عليها special room طب غرفة انا اشترتها بفلوسي هي بتاعتي انا ملكي فنقول عليها private room طيب 72 do you want to note your name to the neck to team list هل انت حابب انك انت تضيف اسمك two يعني الى قائمة الفريق يبقى add add كان ممكن اقولك would you like or do you want to write your name in the list ما هو write in يعني يكتب فيه بعد كده رقم 73 you look very slim slim and flat يعني نحيف يعني slim و flat have you not wait هو انت نحيف كده هو انت خسيت يخس دي يخسر وزن اسمها lose weight وبالتالي هنقول lost weight اما لي يزداد في الوزن حاجة من اثنين يما put on weight يا اما gain weight وببالك من الكلام ده كويس i not wait over the holidays because of staying at home eating قعدت ترون النهار اكل في البيت فعشان كده انا زد في الوزن يبقى gain weight او put on weight بس ما تقوليش put weight لأ put on مع بعضها you shouldn't your time المفروض انك انت لا تهدر وقتك يهدر وقته اسمها waste time وما تنساش ان كلمة waste معناها الهدر او النفايات بتاعت حاجة معينة atomic power الطاقة الزرية stations ايها محطات الطاقة الزرية produce dangerous بتنتج لسه حلم بنحكي في الموضوع ده dangerous waste يعني معناها نفايات سامة he his money while he was in Alexandria هو حصل ايه لفلوسه بينما كان في الاسكندرية lost spend waste take خد بالك وانت بتحل في الامتحان يا صديقي ممكن تلاقي اتنين في الاختيارات ينفعوا وزاعتها افهم ان في حاجة غلط ياما في الزمن ياما في الفاعل في الجملة دي انا ممكن اقولك هو صرف فلوسه بينما كان في اسكندرية المشكلة بس انا اخد بالك وانفاقه المفروض كانت تبقى spent لكن ده spend ما ينفعش اقولك he is spend المفروض حتى لو هتقول هي مع spent قول he is spendes لو مضارع او he is spent لو ماضي فما ينفعش نقول spend واركز في دي كويس وبالتالي نقول he lost his money ضيع فلوسه لما كان في اسكندرية ف ربنا يهدي والآه تاني I usually my time reading and studying انا دائما اقضي وقتي في القراءة والمذاكرة ف I usually spend طبعا spend time ing The radar system can help the planes too النظام الرادار ممكن يساعد الطائرات في انها تهبط وانت عارف ان كلمة تهبط يعني land وقبلك ان كلمة land معناها اليابسة وكلمة land on the moon يعني يهبط على القمر I am going to not talk about one of the most famous writers of science fiction هنا بقى لدينا وقفة لو عايزك تعرف انك لو هتقول يلقي كلمة او يقول كلمة يعني فحنا ممكن نقول give أو have أو do أو deliver وبعدين talk فهنا في الاختيارات طبعا جاب لك give وكان ممكن deliver برضو زي ما اتفقنا في المستقبل هنحتاج نطلع الفضاء ان شاء الله علشان نقدر نعمل يبقى to die نروح نموت هناك arrive نوصل survive نبقى احيائا evolve يبقى to survive عشان نبقى احيائا عشان نبقى احيائا عشان احنا كده في الارض تزنقنا مع بعض وكده ما نفعش what are the pros and ما هي المزايا والعيوب بداعة الانترنت the pros and cons كونز اللي هي رقم ايه if there is a fire in the building لو في حريق في المبنى you should use an emergency هتحتاج انك تستخدم الemergency exit اللي هو مخرج الطوارئ اخذ بالك exit ده مخرج الطوارئ تقريبا الكلمة دي بتشوفها كل يوم في المدرسة على الحيطان كده مكتوب عمال ايبة exist exist يعني تواجد الاولانية دي معناها تواجد existence اللي هو التواجد او البقاء co-existence اللي هو التواجد او التشارك لما نقول بقاء co-work العمل التشاركي peaceful coexistence اللي هو التعايش السلمي كلمة peaceful coexistence يعني تعايش سلمي و انا اكتبها لك برضو في الورق لا در طبعا اللي هو السلم السلم يعني الخشب كل طموحاته تحققت يبقى true يعني حقيقي come true something went a with my laptop it suddenly stopped working وممكن نقول suddenly failed failed يعني فشلت اللي هي توقفت عن العمل يعني المهم في حاجة حصلت غلط في حاجة تعطلت يبقى went wrong go wrong يعني تعطل قبالك اوعى تقول لي went incorrect عشان incorrect يعني خطأ و wrong يعني خطأ لا احفظ ال idiام عشانها مشكلة طب عايزين نقولي حقق التوازن السليم تبقى يا ترى make the right ولا correct balance لا right balance ال idiام لازم تحفظها zero the message for احمد في رسالة لأحمد is he about ده مصطلح برضو معنى هو موجود are you about يعني هل انت موجود in the last 10 minutes في اخر 10 دقائق of the game في اخر 10 دقائق في اللعبة one of the television cameras واحدة من الكاميرات اللي في التلفزيون failed يعني توقفت عن العمل وهجالك الفكرة اللي بنحتعانها من ساعة failed the police code is stolen things and catch the criminal البوليس تمكن من ان يعمل في الأشياء المسروقة ويمسك اللص اكيد يستعيد يستعدي recover or restore or bring back ومالقي cover cover يعني يغطي ومعناها غطاء discover يعني يكتشف و turn يعني يلف there was a meeting to not trade between Egypt and China في اجتماع عشان نعمل ايه في التجارة بين مصر وبين الصين promote promote trade معناها يحسن من او يحفز او يرقي من مستوى التجارة there were about 100 people in the theater كان فيه تقريبا ميت شخص في المسرح كلمة أباوت هنا معناها انت لما تقول تقريبا ميت واحد يعني ممكن يبقى اكتر او اقل فكلمة تقريبا هنا كلمة أباوت معناها little more or less ركز في المثال ده واللي جاي واللي جاي التلاتة اللي جايين 91 they hear someone moving about outside انا شايف حد او سامح حد بتحرك برا كلمة أباوت هنا معناها nearby nearby معناها جنبنا برا تقريبا جنبنا يعني جنب المكان اللي احنا عادين فيه طيب اللي بعد كانت 92 i was about to leave انا كنت على وشك ان اغادر وين احمد arrived لما احمد وصل أباوت هنا معناها على وشك ان اغادر يعني مستعد للمغادرة يبقى ready to start or ready to leave you have to do something about your bedroom لازم تعمل حاجة فيما يخص غرفتك about هنا معناها connected with or concerning وانا كتب لك دي في الورقة علشان تاخد بالك منها concerning or connected with طيب ادي دي طيب بعد كده the accident was the result of error الخطأ الحدثة كانت نتيجة لي خطأاً بشرياً يبقى human الاولى اما ليه human دي human دي معناها kind عطوف humanity البشرية نفسها طيب اما error يعني خطأ لكن في كلمة اسمها يعني حتى في حكمة كده احنا كلنا حافظينها تقريباً بيقول لك to error is human يعني كل ابن ادم خطأ طيب انا كده عايز اكتب لك كده في رقم ستة خمسة وتسعين خمسة وتسعين عايز اعمل لك على موضع error دي طيب بعد كده ستة وتسعين زي رفيوجيز اللي هم الناس اللي بيسافروا دول اسمهم اللاجئين receive a treatment بيتلقوا معاملة ممكن اقول لك human treatment معاملة بشرية معاملة البناء ادمين يعني وممكن اقول لك human treatment معاملة آدمية عطوفة يعني معاملة جيدة ثاني كده human treatment معناها معاملة آدمية طيب human treatment معناها معاملة جيدة فهنا او بير اتنين ينفعو طيب we managed to entry into the building through a back window تمكننا في ان احنا ندخل من خلال الباب الخلفي او الشباك الخلفي اخذ بالك من اديام ده عشر اديام ده مش موجود ومش موجود في كتاب قبل كده فاخذ بالك منه gain entry into يعني يسمح له بالدخول من خلال او يتمكن من الدخول من خلال gain entry into she was into accepting the job هي اقنعت انها تقبل الشغلانة اكيد انت فتاك فكرت او افتكرت الكلمة اللي مقاناها يقنع او يجبر شخصا على ان يقبل شيئا ما اللي هي he ran for two hours جريت لمدة ساعتين and he was completely وبصراحة كان قاطع النفس النفس ده اللي هو breathless يعني breathless معناها يتنفس بصعوبة من الاخر كان قاطع النفس countless يا شباب معناها لا حصر له لما اقولك the countless benefits of technology المزايا التي لا حصر لها للتكنولوجيا he kept a record of all the places she forced through on her طبعا مفروض هو كان بيسجل او كان بيعمل تسجيل لكل الاماكن اللي هو المفروض ما تبقى هي المفروض اللي هو مرة عليها انهز odyssey odyssey دي معناها رحلة الطويلة insulin is used to not the rise of glucose levels in the blood الانسولين بيستخدم عشان يعمل ايه في معدلات الجلوكوز في الدم عشان يتحكم فيها يبقى control what is the benefit space exploration ما هي فوائد فوائد كذا استكشافات الفضاء يبقى وما لا انا شفتها مرة benefit from او يعني يستفيد من ادى مية واثنين اتكيب لك اثنين benefit of معناها فايدة benefit from يعني يستفيد اقولك there is no benefit of your مثلا your speech ليس هناك فائلة لحديثك يعني معنا كده i will not benefit from your speech انا سوف لا استفيد من كلامك he was a wheelchair for many years هو عايش على كرسي متحرك لسنوات طويلة اسم الاديام ده اسمه in a wheelchair يعني كأنك بتقول قاعد في الكرسي i can decide who to invite to my birthday party انا مش عارف اقرر مش عارف اختار مين اللي اعزمه decide to المصدر او decide on اسم او decide on وبعدين اداة استفهام اكتب دول واحفظهم فهنا decide on decide on who to invite يعني مش عارف اقرر من اللذي ينبغي ان اعزمه او ادعوه لحفل زفافي طيب انا عايز اقولك مش عارف اقرر ما ينبغي ان اكل يبقى i can decide on what to eat طيب بعد كده مية وخمسة زمان in the emergency a went into a comma كما دي اللي هي غيبوبة الراجل اللي كان في غرفة الطوارق راح حصلت له غيبوبة طبعا emergency room اللي هي غرفة الطوارق اللي في المستشفيات it can be to share your feelings with someone you trust حاجة ايه انك انت تشارك فمشاعرك ما حد تسق فيه ده شيء يترى official رسمي ولا بنفشل مفيد ولا commercial تجاري ولا artificial مصطنع اكيد ده شيء مفيد انك تشارك مشاعرك مع الاخرين عشان ما تنفجرش مش كل مشاعرك بس عشان القاء الراجل قالك لك صديق تثق به ولصديقك صديق يثق به فاحفظ لنفسك سرك وبرضو بالمناسبة قالك ان لم تتمكن من كتمان سرك فهل تريد الاخرين ان يكتمونه لك وباللغة العربية الفصحة يعني ان يكتمونه عنك فخبالت من ده كويسة 107 الكاتب الكاتب واحد الكاتب ما زال يعتقد انه is still remembered as is still thought of as is still known as is still regarded as is still considered as لو انت فكر عائلة اس دي كلها 108 many people were absent absent يعني غايبين ومنها الصفة اللي هي absence اللي هو absence الغياب absent غائب و absence الغياب from the meeting the antonym of absent عكس كلمة absent احنا قلنا absent يعني غائب عكسها حاضر اللي هو present من حاضر او موجود و existing موجود برضو او متواجد طيب بعد كده she gazd at him gaz at يعني يحملق فيه بتسوي كلمة stare at اللي s-t-a-r-e وانا هكتبهم برضو في الورقة هذه gaz at و stare at الكلمة دي ممكن استخدمها في القصة ساعة مرسند القابل الملك لأول مرة وهم الاثنين gazd at او stare at each other يعني المهم في الجملة بابا بقولك gazd at him in horrified disbelief يعني بحالة مع عدم الاعتقاد المر المفزعة الكلمة horrified دي بتسوي كلمة طبعا عندك frightened خائف طبعا و افريد برضو تنفع طيب ترفك عظيم او رائع scary مخيف افريد خائف انت عايز كلمتين بمعنى خائف طيب بعد كده this good news for farmers الاخبار دي كويسة للفلاحين but i do see downside انا شايف فيها عيب synonym of downside كلمة downside الكلمة الكلمة اللي بتسويها هنا من downside انت ولك العيوب يبقى disadvantages و draw back ولو انت فاكر pros and cons فكنز هنا تنفع خلاصنا كده الحمد لله بالعالمين الكلمات مباشرة هنطلق على القواعد هافصل دي عشان يبقى اتنين فيديو بحيث ما تزهقش انت من الفيديهات السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة